في البداية إذن ندد سفير الجزائر في بلجيكا عمار بلاني يوم أمس الجمعة بالهجومات التي توظف أوهاما استعمالية جديدة ضد الجزائر التي تضمنتها مساهمة للمدير التنفيذي لمركز مادرياقة كوليج أوروبا المدير العام الفخري بالمفوضية الأوروبية بيار دوفراني الذي نشر عبر صحيفة بلجيكا الحرة وقام من خلالها بتشبيه بين سوريا والجزائر وكتب سفير الجزائر ببلجيكا في حق للرد واجهه للصحيفة البلجيكية هذا الخبير بالقضايا الأوروبية يقوم بمحاولة تكاهن من خلال قيامه بتشبيه أقل ما يقال عنه غريبا للوضع في الجزائر موظفا في ذلك أوهاما استعمارية جديدة تروج لها بعض الصحف الفرنسية هي الأخرى بتفهات تحضى بدعم معارضين جزائريين ناقمين ينعمون برغض العيش في الضفة الأخرى للمتوسط كما حذر سفير الجزائر ببروكسل البلجيكية من دعاءات وصفها بالوهمية وغير اللائقة واللا أخلاقية ومن الهجومات التي تحاول المساس بأمن واستقرار الجزائر مؤكدا أن الجزائر ستحسن الرد على كل تهديد لأمنها